أليد أبدأ من واحد من المقاطع للسيد باقر جبر الزبيدي حين التقيته وماذا قال الزبيدي في هذا المقطع أنطوني شباب هذا المقطع حتى نسولف عليه مزقيد وزعوا من خلصوا علني مو سري أبو محمد بس هذا السري من عرفه بس ألعلني أنطوا مبالغ لكل من ساهم في كتابة الدستور على ما أذكر والله أعلم 150 ألف دولار كرد وسن وشيعة هذا الكلام من مشؤول عراقي الآن زعيم لحركة تدخل الانتخابات وزير لثلاث دورات انتخابية رجل كامل الأهلية قالها صراحة وعلن أمام العراقيين أنه لجدد كتابة الدستور من العربي ومن السنة ومن الأكراد أخذوا كل واحد 150 ألف دولار عند كتابة الدستور على ذمة السيد باقر جبر الزبيدي إذن الآن لماذا لجنة كتابة الدستور صامتة لم ترد لكن أيضا اتصلوا كثيرين بالسيد باقر جبر الزبيدي القضية هي ليست أن تتحل بالتليفونات بأن لجنة كتابة الدستور وبأن السيد باقر جبر الزبيدي أن تعاتبون السيد الزبيدي ليش قالتها الرجل قالها ويعيها ويعنيها ما يهمنا هنا ليش مرت هاي المعلومة مرور الكرام لماذا السادة أعضاء مجلس كتابة الدستور من السيد همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور إلى السادة الموقرين في هذه اللجنة لماذا أحد لم يطلب أن يدافع عن نفسه أن يقول هذه الحقيقة وإحنا على قولتل يقول السكوت علامة الرضا هذه قضية خطيرة وهذا بلاغ على الهواء إلى الرأي العام فلابد من القضاء ولابد من المدعي العام أن يحرك شكوى بهذا الاتجاه لأنه كما تقولون أنتم وكما نعرف أحنا وكما هي الحقيقة أن دستور وثيقة مقدسة تهم صالح الناس أما إذا كان الذين كتبوا قد قبضوا أثمانا وعلى ذمة الزبيدي من البداية فهذه جريمة أنا أطالب طالما كان أكشاهد أن تتحول هذه القضية إلى قضية قضائية واتهام علني وصريح بالرشاة لأعضاء لجنة كتابة الدستور وأنا انتظرت على هذا اللقاء لأسبوعين ولا واحد من السادة أعضاء لجنة تصل أو قال أريد أطلع أو قال أريد أدافع أو قال كذا السيد الزبيدي موجود وأعضاء لجنة كتابة الدستور موجودين ونحن موجودين أنا أطالب السادة بالقضاء العراقي أن تتحرك دعوة رسمية بهذه القضية لأنه يمكن إذا تشوفوا الحلقة السيد باقر الزبيدي قال بهذه الحركة فلوس هذه القضية ليست سهلة ولن نقبل أن تمر مرور الكرام خصوصا مثل ما قلت أنا بحلقة البارحة الآن دننتشي ودنحتفل بخطوات مجلس القضاء وإن كانت لا تلبي الطموح لكنها انطلاقة تبشر بخير فلذلك أنا في هذا البرنامج أطالب أن يتم اتخاذ إجراء قانوني بهذه القضية إذا كانوا كتبت الدستور قد تلقوا رشا بهذا الموضوع سيد باقر الزبيدي موجود وأعضاء اللجنة موجودين والقضاء موجود وسأبقى أكرر هذا حتى نحصل من هو المتهم ومن هو البريد